هناك مداخلة أخرى أيضاً يقول وحيد من بين الطرق التي تساعد على التخفيف من الضغط النفسي أولها التخلي عن مسببات هذا الضغط ثانيها الإدراك الجيد لكل ما هو ممتع طبعاً الإدراك ضروري التخلي عن مسبباتها في بعض الحالات غير ممكن بتاتاً لأن حينما تكون في العمل وليس لك بديل كيف ستخلى عن العمل ولكن أن تدركها بطريقة مخالفة ألا تجعلها تتمكن منك ألا تتركها في مكانها ألا تذهب بها إلى منزلك بمعنى أن تكون لك القدرة على مجارتها أول مشكلة لأن حينما نسمع ولكل يشتكي من ذلك يعني كان نحمل معنا هذه الضغطات والآثر ديالا للمنزل بمعنى أن حينما ندخل إلى بيوتنا طبعاً نحكي لأمهاتنا عن مشاكينا في العمل لزوجاتنا لأولادنا وهذا في حد ذاته يسبب عدوة معينة لهذا بمعنى أن ننقل العدوة إلى المنزل ولكن في آخر المطاف إذا كانت لي القدرة على تخفيف أمغتيغ للشوك الفرنسية بمعنى إذا كانت لي هذه القدرة إدراكية بمعنى أن هذه المسببات لا يكون لديها نفس التأثير لا يكون لديها نفس التأثير لسبب بسيط هو أنني سأتجاوزها بطريقة لابقة سأبتسم في وجهها لأنها تشكل لي ربما هذا القبح الذي نتحدث عنه هذا الضغط النفسي إلى آخره ما أقوله ربما قد يكون فيه نوأ من المثالية ولكنه ممكن متاح يعني كان في هذه الإمكانية أننا نقدرون طبعا إذا كانت لنا القدرة يجب أن تكون لنا قدرة تمويهية يجب في بعض الحالات أن تكون لنا قدرة على عدم نظر المسائل التي تؤثر فينا بطريقة مثلا بالفرنسية تهكم على التات شيء جميل جدا لأنه تخرجنا من الضغطات نفسية في بعض الحالات مني كان هذه الضغطة والعلاقات المتوترة داخل العمل مني كان حولها بقدرة الإبداعية الفنية إلى نقطة أستهزئ منها وبالتالي يكون هناك تخفيف تكون هناك نظر أخرى علىها ولا أحملها كسم قاتل يذخرني من الداخل وأذهب به وأقوم بمعادات الآخرين من معارفي وعلاقة الإجتماعية طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر